السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله مجلس الخدمة العامة يعلن نتاج الاعتراضات التي تغص المتقدمين على الدرجات المستحدثة لحملة الشهادات العليا والأوائل الذين تم رفض استماراتهم في مرحلة التدقيق لأسباب مختلفة نتاج الاعتراضات تجدونها في الرابط في وصف الفيديو مجلس الخدمة الاتحادية استكمل إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و 67 أعلن مجلس الخدمة الاتحادية استكمال إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و 67 سنة 2017 لعدد من مؤسسات الدولة وذكر المجلس بيال له إنه سنادا لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذاء والتنمية رقم 2 لسنة 2022 وتنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة بموجة بالأمر الديواني رقم 35 لسنة 2022 يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادية استكمال إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و 67 لسنة 2017 لعدد من أجهات وفقا لاستهداث وزارة المالية وأكد مجلس الخدمة مضيه بأصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بالقانون على ملاك الوزارات والجهات الأخرى اتباعا وفق مبدأ العدالة وشفافية وبحسب البيان فإن مجلس الخدمة استكمل أصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و 67 لسنة 2017 إلى كل من هيئة النزاه الاتحادية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس سؤون المنافسة ومنع الاحتكار وديوان أمقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابق المندائية ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي